اللي امتدحوا الاهلي ونظامه ومدربه ولعبته الكابتن خالد بيومي يعني الاجب دايما وابدا منصف جدا وبيشوف الاهلي بعين فيه كتير من الموضعية نشوف يا مش قصة الاهلي مع الكاف الاهلي مازاله وحيدا وحيدا ان هو عملي طلع في بيانات بيجاهد بالنسبة للاخذ بحقوقه اللي تخلى عنها الاتحاد المصري تخلى عنها مسؤولي كورت القدم المصرية وتخلى عنه كمان الناس اللي موجودين داخل الكاف وداخل الاتحاد الدولي لكورت القدم منهم هنا بريد الموضوع ان مصر كاتحاد كرة لما تقدم بطلب التنظيم المغرب كانت اكثر منها قوة كاتحاد كرة مغربي فالأقشع اقوى مننا اقوى من هنا بريد واقوى من الاتحاد المصري بالكامل العلاقات اللي موجودة في المغرب اقوى بكتير جدا من العلاقات موجودة بالنسبة للاتحاد المصري مع الكاف وبالتالي كل هذا تحمله النادي الاهلي وهو الوحيد اللي بيحافظ على شكل وهيبة الكرة المصرية بعد خروج المنتخل وخروج الأندية المصرية كلها بالكامل لما تبقى سواء نادي الأهل هو بالتالي أنا كالتحاد مفروض أحافظ عليه مفروض أحاق أساعده ده الأهم من كده الجامعة المغربية أو العصبة المغربية برئاسة الإقريس الاتحاد فاوز الأقشع بيحاول بنسبة 100% جاهناً تأجيل مباراة الدربي ما بين الوداد ورجاء للحفاظ على شكل وقوة وإمكانية فرقة الوداد الفوز بلقى بأفريقيا هنا في مصر النادي الأهلي يتعاملوا كأنه من دولة تانية لما تيجي تقولي فوز الأقشع يحاول مع نادي الرجاء لتأجيل مباراة قبل مباراة الأهلي في النهائي والنادي الأهلي يسعى بيجي الاتحاد المصري والربطة ومسؤولي كورة القدم مش عاوزين يأجلينه مباراة Eastern Company ليه؟ جاءت على مباراة نادي الأهلي المماثل الأوحد في الكورة المصرية لا ده تعنت لا بصراحة ده أمر غريب جدا يؤخذ على الاتحاد المصري ويؤخذ على مسؤولي كورة القدم المصرية والمفروض أن الوزير يكون عنده دور نادي يتبقى أن يفوز له بفطولة أفريقيا حتى يحفظ ما أجل كورة القدم المصرية مش عاوزين يأجلون المباراة شفت الفرق من فوزي والفرق من الاتحاد والفرق من مسؤولي كورة القدم المصرية والفرق من الربطة وربطة يعني الكابتن خالد وهو رجل كان يعد مجزة دارة النازل إسماعيل يعني محدش حيعني يزايد على انتماؤه لكن في نفس الوقت هو رجل فير هو ده الاحترام هو قال مجموعة حاجات فيه منتهى الأهمية الخطورة قال لك أنا مع النازل الأهلي ليه لأنه يقف وحيدا بعدد المؤسسات التي كان ينبغي أن تعفي الأهلي من التحرك وتتحرك هي بمبادرات من عندها لتحقيق مصلحة ممثل الكورة المصرية وتحقيق العدالة والشفافية والفير بلاي ما وجدتش حاجة وأصبح وحيدا في الميدان فبيضطر كل يوم الثاني يدرس موضوع طالع بيان للناس اللي برضو إيه اللي بيانات هيعمل إيه ما هو بيضطر يروح لكل الطرق اللي يعني حرموا من العدالة كل الناس المفروض أنه كانت تعفيه من هذا التحرك فالحقيقة يعني وهو بيعمل كده أستاذ إبراهيم وبيحط انقطع الحروف وانا هدعى من نادي الأهلي لأنه يقف وحيدا تعالى شوف بقى النقيد من بعض وانت عندك كذا حاجة هنا ترجمة نانسي قنقر